انا عندي هنا الامح المقشور اللي هو الامح المتقشر يعني الطبقة الخارجية الاسية بتاعته متشالة ده بيتباع يعني عند العلفين والعطارين والسوبر ماركتس وكل حاجة بنجيبه بنغسله كويس طبعا لو محتاجة نقيا بالنقيا بس يعني لو احنا عدنا المرحلة دي بقى هيتغسل كويس قوي هيتنقع لمدة 12 ساعة هنفضي ميته وبعدين هنسلقه مية وبدون اي اضافات خالص فبقى عندنا امح مسلوق تمام كده انا لقيته كتير يعني هو ما شاء الله الامح لما بيتسلق بركة كده فبيدي كمية كبيرة فالحقيقة لقيته كتير على الشربة ففصلته وبعدت اجيب شوية لبن وسكر وقرف عشان نعمل بليلة هجيب هنا لبانة هحط فيها ايه لبن لبن حليب او لبن نباتي اه كل واحد حسب طبعا الظروفه الصحية يعني سكر طبعا برضو حسب التحلية اللي انتو بتحبوها بوك التحلوه بعسل في الكوباية على طول مش على النار يعني في الكوباية على طول اهو وشوية الامح اللي احنا سلقناهم اهو بقى عندكو احلى بليلة اه شوية فانيليا ماشي شوية ارفا اوكي شوية مكسرات ما تقولش لأ اه شوية ميت وردة او ميت زهر بتبقى تحفه كل واحد حسب النخها اللي هو بيحبه انا لقيت عندي متفايد شوية فخلاص وقفة بوقفة وعميل بعميل يلا ايه بتبقى لطيفة جدا جدا في الشتاء وجبة لطيفة جدا للعشاء او الفطار اه بالذات كمان للولاد وخلاص اهو وبقى عندنا بليلة هنا يا دوبك المطلوب ان اللبن يسخن لان انا ما عنديش برضو هنا حاجة بتستوي